السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بقى ولا سحر ولا شعوزة الانب اللي هو بزر دوت هنخلي البزر مش موجود فيه بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة زي ما انتو شايفين تعال يا ست البنات اقولك ازاي الخضرة دي بقالها معايا اسبوع واكتر كمان اقسم بالله الخضرة دي بقالها حوالي يجي اسبوع زي ما انتو شايفة كده الخضرة زي ما هي ما حصلهاش اي حاجة من غير ما اعمل فيها اي حاجة تعالي اقولك انا بعمل ايه والطريقة اللي انا بعتمدها في النعناع عشان يقعد معايا فرش بالطريقة دي لما تيجي تستخدميه ست الكل اول ما بتجيمي السوق بتحطيه في كيسة ومش بتخسليه ولا بتعملي في اي حاجة ولما تيجي تستخدميه بتشيلي العود بحاله اوعي تقطعي عود جوه كيسة لان لو قطعتي عود جوه كيسة كده هيبوز النعناع كله هتشيلي كده العود بحاله وتقفليه بالطريقة دي وتفضل هوا اللي في الكيسة خالص وبالطريقة دي عيعيش معيك إن شاء الله لو شهر في التلاجة مش هجرى له اي حاجة بنتي كانت قاعدة بتكتب في الواجب زي ما انتو شايفين كده بتاع الدرس اتلعبطت في الته كتبتها سيح كلهم كده كتبتهم سيح زي ما انتو شايفين ندور على الاستيكة مش لقين الاستيكة طب نعمل ليه جبت 7 سيليكم ده حلوة جدا يا بنات بيمسح اهو زي ما انتو شايفين احسن من الاستيكة كمان ومبيسيبش اي اتسخات حوالين منه حلوة جدا جدا فكرة حلوة جدا للازمات دي جربيها بجده هتعجبك تعالوا يا بنات عايز اقول لكم على فكرة حلوة جدا لتثبيت الدفيات الفكرة دي انا كنت عاملها معاكم الشيطة اللي فات بس حابة اذكركم بها تاني زي ما انتو شايفين ده طبعا ضهر الدفاية بمركبة فيه استيك من العريض ده وشبكة من الناحية دي ومن الناحية دي بغيط زي ما انتو شايفين بيبقى شكله متسبت ازاي على المرتبة الفكرة دي حلوة جدا وبعتمدها عندي على طول يا ريت جربيها هتعجبك النهاردة بقى ولا سحر ولا شعوزة الانب اللي هو بزر دوت هنخلي البزر مش موجود فيه بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة زي ما انتو شايفين اهو فتحته قدام منكو من فوش ولا بزر تعالوا كده بقى نسمي الله ونصلى على الرسول والله ما حطيتش لايك تحط اللايك طبعا لو الفكرة عجبتها ونشوف الفكرة بتاعتنا ايهي طبعا العنب اهو معي لسه جاي حالا من السوق بالكيسة الصمرة اللي انا ما بحبهاش خالص دي المهم اول ما بيجي كده بنطلعه من الكيسة الصمرة دي بنرميها خالص وبنشيل كمان العنقود بتاعه زي ما انتو شايفين كده ما ينفعش يتغسل خالص بالعنقود بتاعه لازم نشيل العنقود بتاعه بالطريقة دي بنفسص كل العنب بالطريقة دي من العنقود اهو تمام جدا كده يسبت الكل هخليلك برضو مفهوش الطينة خالص طبعا العنب ده بالزاد بيبقى الطينة فيه كتيرة جدا ومعما تخسلي فيه بتلاقي برضو الطينة موجودة انا هاخده بقى دلوقتي فصصته كله بالطريقة دي هاخده كله دلوقتي اخسله مرة واتنين وثلاثة وبعدين احط فيه شوية مية زي ما انتو شايفين كده انا حطت فيه شوية مية طبعا غسلته في المرحلة دي زي ما انتو شايفين الطينة لزقة في عمرها ما بتت شايل غير بالخطوة اللي هقول لك عليها دي هنضيفها هنحط عليه شوية صغيرين جدا من البريل وما حدش يقول لي البريل غلط البريل اللي بنخسل بالموعين آآ وبنشتف الموعين تاني عادي خالص اهم حاجة ان العنب تشتفيه كزا مرة بعد ما تعمل الخطوة دي هنسيبه كده حوالي عشر دقاي منقوع في المية وبريل دي لحد ما تنظف كل الطينة اللي موجودة حوالين منه اهو زي ما انتم شايفين ده شايفين ده شايفين فيه طينة ازاي المية بتاعته ما بقتش حلوة خالص ازاي هاخده بقى دلوقتي هشتفه اه مرة واتنين وتلاتة لحد ما ما الصابون اللي فيه يختفي خالص او البريل اللي فيه يختفي خالص زي ما انتم شايفين شاكله ما شاء الله بيلمع وبيبرق وما فيهوش ولا نطينا ولا اي حاجة نطف معايا جدا تعالوا بقى نشوف هنعمل في اي هنجيب بقى الشليمو زي ما انتم شايفين وهنحطها في العنباية بس مش هنحطها بالطول هنحطها بالعرض زي ما انتم شايفين كده هنحط الشليمو بقى هم حاجة تكون آآ الشليمو تكون آ� من النوع التخين ما تكونش من الروفية علشان تجيب كل البزر اللي جوه لعنبها زي ما انتم شايفين كده حاطتها بالطريقة دي. والبزر كله طالع في الشليمو من فوق بالطريقة دي. اهم حاجة تعمليها بالعرض مش بالطول. لان لو عملتها بالطول هيبقى فيها برضو آآ بزر. هفتحها بقى قدامكم دلوقتي زي ما انتم شايفين طريقة حلوة جدا جدا. طبعا هتناسب الطريقة دي الاطفال اللي هما بيبقوا وبيحبوا العنب دي مش بيقدروا ان هما يكلوا بسبب البزر بتاعه. ممكن انت برضو كده وانت قاعدة بتتسلي قاعدة على الكرسي كده. والعنب قصد منك عالترابيزة هجيب الشليمو بتاعك وتعملي العنب كله بنفس الطريقة سواء ليك او لاطفالك. انت يعني ازا كنت انت حابة ليكي ماشي مش حابة حابة ان انت آآ تنجزي كده وانتك لي على طول زي ما انا ما بعمل عادي خالص الطريقة اللي تلاقيها مناسبة ليكي اعمليها. بس الطريقة دي مناسبة جدا جدا للاطفال لو حابة ان انت تحط لهم كمية كده من غير واجع دمائك وكل شوية يا ماما خد شلي البزر اللي في العنب الطريقة دي مناسبة جدا جدا لهم وبازن الله هتعجبهم جدا بحبكم في الله ومع السلامة.